السيد وزير الداخلية وبصحبته السيد وكيل وزارة للاستخبارات فيصل إلى محل الحادث في منطقة جبلة لتقصي الحقاق وروية التفاصيل وتعلقها والوقوف على كل الملابسات لأنه لا شيء في الدنيا يبرر أن تكون هناك يعني مثل هكذا حالة هي جريمة بكل تفاصيلها لتحقيق جالب أعلى المستويات شخصية السيد وزير الداخلية يشرفه السيد وكيل الاستخبارات وقائد الشرطة ومعرفة كل الملابسات وظروف الحادث الأدلة الجنائية وضباط التحقيق وهناك جملة من الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بصادر هذا الحادث وبالتالي لن يكون هناك أي تقصير أبدا لأنه نحن فقدنا مجموعة من الناس من أهالينا ومن عدهم أطفال وبالتالي التحقيق سوف يكون سريع وعادل ومنصف بإني تعالى أثار حادث جبل شمال بابل الكثير من القضايا والتساؤلات الخطيرة خصوصا وأن الجريمة راح ضحيتها عشرين مدنيا بينهم أطفال ونساء تفاصيل أكثر في تقرير علياس خلافات عائلية تتحول إلى مجزرة إنسانية راح ضحيتها قرابة العشرين مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد أن استخدم أحدهم نفوذه واستحب قوة أمنية دون عوامر قضائية متهم المجن عليه بالإرهابي وإيواء إرهابيين وحيازة المخدرات أهالي تلك المنطقة نفعوا التهم المنسوبة للضحية وعكدوا بأن قوة أمنية طوقت المنزل وأبادت العائلة بأكملها دون معرفة الأسباب لا والله ما هو القتل هو يعز ولده ويعز بناته ويعز بناته بشلبين ما يفاركن وانتو بناته والله هو جوز ابنهاته بيده وتالي مواته قال فحكى علي يا أخوتي يعز بناته ويعز ولاده وتالي مواته ينشرون علعاب يكتبون علعار بحرهاب بضميركم بحي الصحراء أقرب حرهاب أقرب حرهاب هنا يمنى داعش هنا بالموصل هنا يمنى دواعش هنا خطيئة شيفن يعني دفاع النفس يضرب عنده رشاشة يضرب بيها هو نسيبه محار بيني ده برته اخته ما ينطيه يا اليومان ابني برتي هو حر بهن بالموصل بالموصل المقاومة عشر تيام يخلص فشق ويطوقون من البيت ويقب يوم وليلا يحدمون البيت على رأسه تقبلون هذا الشي تقبلون عينه تقبلون هذا الشي خدقوا حاسبات والله هذا الوليد الشرط قال دقوا حاسبات تبغداد الكلاب مدزنا ودقوا حاسبات والله ما مطلوب والله ما مطلوب لا أربع عرهاب ما مطلوب ليش يجي ليش الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر عظالمين وعلك تلاوه يعني خلاف هو ونسابته رجال فقير يعني تبربد تبربد كتلة وتمشي بدن بارد على اساس شنو شنو يعني المبرر يعني ورجال هذا صار اليوم ميس سنو يعني والله لا مطلوب وفقير كل شي ما عنده ورجال مستضعف كل شي ما يملك كل شي ما يملك الله وكيلك حشيشات يجي حش من عندنا كل شي ما عنده الله وكيلك السماء وطر والله عمي لا ارهابي ولا مخدرات هاي القنوات الجاي تبث عمي والله رجال فقير مسكين دير زراعة اليوم عشرين يوم ما كو مي يضخنه زين وقطع المي هاي خمسطعش يوم يا الله يدزلنا الرشن يدزلت يومين ويقطع خمسطعش يوم المواجهة استمرت ثلاث ساعات من ثلاث الظهر احنا ما ندري يعني احنا ما ندري بالمصيبة عمي لو ندري ما نخليها صير هاي الكارثة احنا نجي هنا نقف ونقولهم عمي احنا نزيم هذا يعني نزيمت كتلة بدم بارد وتمشي هو اطفاله الحكومة المحلية في بابل اكدت بان المجني عليه لم تثبت بحقه اي تهم قضائية في محكمة استئناف بابل ما دعا بالجهات الامنية العليا الى تشكيل لجان تحقيقية عالية المستوى لمعرفة ملابسات الجريمة سبب هذا الحال في وطات عشرين شخص من عائلة واحدة الاجراءات التحقيقية قائمة على قدم وساق وعلى مستويات عدة السيد رئيس زراء وجه بتشكيل لجان تحقيقية نحن في محافظة بابل ايضا وجهنا بتشكيل لجان تحقيقية متواجدين الان في موقع الحادث لا نريد ان نسبق الاحداث التحقيق السري المجنى عليه في محافظة بابل لا يوجد عليه اي مطلوبية وانما كانت عليه سابقا امر قبض على احكام ال 406 في محافظة بابل لا يوجد عليه مؤشر بل هناك امر قضائي من محافظة بغداد من محاكم بغداد حاولت القوات الشرطة ان تنفذ هذا الامر في محافظة بابل من جلب الامر القبض هو من محافظة بغداد ضابط من محافظة بغداد من جهة امنية قدم الى محافظة بابل الى كوثة مع قسم الاستخبارات في مدير الاستخبارات بابل وحصل تبادل اطلاق النار وتفاجأت القوات الامنية بعد دخول الى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا في هذا المكان وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وصل على رأس وفد امني عواز بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الجريمة ومعرفة الجهة المقصرة اضافة الى قرار الغانمي باقالة قائد شرطة بابل اللواء عليه لال من منصبه بعد ان ثبت تقصيره في متابعة اوامر القبض واطلاق النار من محافظة بابل علياس قناة وطن الفضائية